اه برضو الوحش يعني مجيءه يعني اذا بنتشبه كما جاء المسيح في الجسد هكذا الوحش شيطان متجسد في جسد انسان وهذا مش غريب لانه في يحنى 13 الشيطان القى في قلب يهودة بعدين دخل قلب يهودة يعني بيتكلم عن تملك كامل لجسد يهودة هنا يعني اكتر متجسد صاعد من الهوية متجسد في جسد انسان بس برضو الكتاب بعلمنا انه ندرك انه هو انسان يعني بحسب آية 18 هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش فانه عدد انسان فاذا عدد انسان لكن استمد قوته وطاقته من الجحيم رؤية 11 آية 7 و 17 آية 8 لانه يصعد من الهوية الوحش او المسيح الكذاب يعتبر عمل شيطاني او تحفي صنعة شيطانية يعني تفنن فيها واذا منشوف بعض اوصافه اللي بعبر عن طبيعته له اسماء كثيرة اللي بتعبر عن صفاته طبيعته ضد المسيح الوحش الصاعد من الهاوية انسان الخطية ابن الهلاك الدجال بلعال المقاوم المرتفع على كل ما يدعى الها او معبودا المضل المخادع واسماء كثيرة منها في صفر دانيال وصفر زكريا ممكن ترجع لهذه الاسماء لنفس الهوية هوية هذا الشخص فاحنا ملاحظ قبل ما جاء الرب يتكلم عن شخصية انه فعلا رح تيجي في وقت معين في زمن معين هاي الشخصية انسان مش اي شيء اخر ستكون شخصية واضحة لا مجال للشك فيها شخصية عالمية يجسد الخطيئة والعسيان في ذاته طبعا مصيره ابن الهلاك كما يسمي الكتاب والدينونة الابدية بصراحة احنا لا نعرف هويته بالتحديد البعض بيقول عشان يعني ارشالين مسكورة انه ممكن تكون ممكن تكون هويته يهودي لكن رأس اممي للامبراطورية الرومانية القديمة وحنا بنعرف انه كان واحد من الملوك السبعة السبع ملوك ولكن بيرجع ثامن بيرجع بيملك مرة تانية هاي المملكة الامبراطورية الرومانية يعاد احياءها بشكل او باخر في اخر الايام الوحش او المسيح الاضدال سيرأس نظام الامبراطورية العالمية الشيطانية الاخيرة الذي هو نظام ضد المسيح بكل معنى الكلمة شخصيته ديكتاتور مع انه ابتدأ بصنع السلام المؤقت في البداية لكنه اولا احبائي سيكون قائد سياسي محنك يوحد عشر ممالك بقوة ورأي واحد رؤية 17 كمان بيمتلك القدرة العسكرية وله قوة خارقة وشهرة واسعة قوة عسكرية لانه في حرب اخيرة رح يتم معاه والرب يسوع رح يغلب قوة اقتصادية هاي القوة بيتحكم باقتصاد العالم يعني اللي ببيع واللي بيشتري كما قرأنا في رؤية 13